هتقوم ترؤسي لصحابي ولا طلقك? هكذا قال عصمة لفدوى امراته في بيتهم. وبناء عليه رفعت فدوى قضية خلع ودعوة خلع من جزهة عصمة. ايه الحكاية وايه الموضوع? يلا نلايك ونشير ونشترك في القناة عشان هقول لكم قصة كنا فقط. والله العزيم. بنشوفها في الافلام. اتنقلت من الدراما والافلام لبيوتنا المصرية الحقيقية. صلى عن نبي. بدأت الحكاية من فدوى وعصمة حبوا بعضه وتجاوزوا خمس سنين. وخلفوا طفلين والحياة ماشية بينهم تمام. دعوة الخلع اللي اتفاجأت بيها المحكمة اللي كاتب فيها فدوى لما المحاني بتاعها اقام دعوة الخلع قالت انه هو في الفترة الاخيرة بدأ يسهر ويشرب المخدرات وحشيش. وكمان بدأ يجيب لي صحابه في البيت خد بالك بقى عشان حرمة البيوت هنا يا جماعة. والله العزيم الناس اللي ما تعرفش يعني ايه حرمة البيوت دي خلي بالكم. البيت ده فيه مراتك فيه بنتك فيه ولادك ما تدخلش في صحابك ما يسهروا برا. لكن طبعا اه يعني الا من رحمة ربي في البيوت مليانة بلاوي ربنا يسطر على الجميع. امل باشا بقى اه عصمة بدأ يجيب صحابه يسهروا يشربوا مخدرات. اه هي بقى تبقى عايزة بقى تعيش يعيني وتربي اولادها. فسكتة. الجزء اللي واجع اه فدوة وهي بتحكي الحكاية. وايه الكلام ده برضو فعرضت الدعوة. ان هي يتيمة. ما عندهاش اهل. ما عندهاش قب. ما عندهاش ام. وبالتالي وللاسف ده بيحصل من بعض الازواج. لما بيعرف ان امراته ما عندهاش حد غيره ولا ملجأ ولا بيت غير اللي هو معايشها فيه. فاللي افترة لما يكون هو جواهة انسان وسخ بيزيد اول. مهما اعمل فيها. هتروح فين يعني. ما هي قاعدة. ربنا يا رب يلطف عالجميع. وطبعا ده تصرف وفكر داني وقذر لو اتوجد مع الرجل. الباشا عارف ان هي يتيمة. بدأ الموضوع يزيد كل يوم صهر. بدأ المخدرات تقلب للشرب تقلب لسكر. الموضوع ممتد. اللي اللي هي حتى جزمة فوقها عفوا يعني وسكتة. وتقول لك اها رب بيها عيالي وخلاص. في ناس كانت تقول لزمان الناس بتبقى سكتة تقول لك كلبة رب بيها عيالي وخلاص. دل راجل ولا دل لحيدة. وتبقى حتى في قلبها وسكتة. ماشي. المهم الراجل ده جي في يوم اللي هو اخونا عسمت. قال لها فدوة. انا قاعد انا اصحابي بره. وعاوزين نغير موت شوية. احنا سناخد بالك. هكذا يتحدث اه عسمة مع مرات وفدوة. تعال يا بنتي. يلا احنا اه شربنا وطلبة معنا مزاج. تفضل يلبس كده بدلت رأس حلو والله اميس حلو. وتعالي رقص لنا. ايه? تب تقول ايه? دلاتة دي كنا ما نشوفها في الافلام بس والمسلسلات. ايوة. ماه دي بقى اللي عملها عسمت مع فدوة. ماه دلنا بقى لهولك. ان الدرامة صعب بتبقى جوة البيوت. طلب منها ان هي ترقص. ويه? ترقص ليه ولصحابه عشان ما يضربهاش. ويبقى هدلها. طبعا البنت يعني رفضت وكان بالنسبة لها دي بقى ايه? اللي هي القشة اللي قطبت زهر البيض. ده اخرج معايا يا ابن الناس مش هنوصل للدرجات. انهال عليها بالضرب لما رفضت تلبس قميس نوم وترقص ليه ولصحابه في بيته. اتحدث عن مراته اه? مراته. انا مش عافية ديوز ده الصراحة. انا انا هتجنن ان فيه ناس بتعمل كده اكسم بالله. البنت لما رفضت يا عيني يقوم قدام اسحابه ايه مضربها ودب دب 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 ومبهدلها وطردها طبعا عشان هي هاتيمة زي ما قلتلكم. ما لقيتش اي سبيل غير انها تروح لمحامي يروح يرفع عليها دعوة خلع وتاخد بقى نصيبها من الدنيا بعد هذا الرجل البشع اللي عاشت في حدنه خمس سنين ومخلفة منه اتنين. والنهاية والخلاص. قد كده ممكن تبقى فيه رجالة ممكن تبقى بتضحي في شرفها وعرضها. لمجرد انها تنبسط هي وصحابها. حتى لو على حساب مراتك. للدرجة دي ما كفكش ان انت تبقى بتعيش وبتعمل كل اللي انت عاوز وهي سكتة. كمان عاوزها تيجي ترقص لك انت واصحابك محششين وتنيلين على عنيكو في البيت. هو انت اشتريتها. هو يا جماعة سوق ان خسر رجع تاني. انا عاوز اعرف هو ايه اللي بيحصل في البيوت المصرية. بجد حاجة تحزن جدا جدا. وطبعا شيء طبيعي ان القدي زي ما قدتلكم قبل كده في دعوة الخلع. حتى من غير الواقع دي. يكفي ان اتواف قدامه وتقول ان انا اه مش 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 عاوزة عايش معايا. فبالتالي تخلع. لكن دايما دعوة الخلع يا جماعة بتخليها ما تاخدش اي حقوق. ما ده الفرق بين دعوة الطلاق ودعوة الخلع زي ما انا قلتلكم قبل كده يعني. فربنا يا رب يحفظ الجميع وخلي بالك ومهما كان تعلقك وحبك ولا ارتباطك بجوزك لو بدأ. ما تستنيش بقى زي فدوة. ما هي التوابع يا جماعة طول ما انت بتزبري. التوابع بتزيد. والخطورة بتزيد. والزبالة هتزيد. قبل ما تستشعلي من الراجل كده في ستين داهية. لازم بتحفظي امتك وكرمتك وولادك ودينك وشرفك وعرضك. لان فيه بوادر بتبدأ بتأدي في البداية كيفة تكون النهايات. فانت لازم من اولها كاتب انت عارفة ان تمام الراجل ده. اقول له السلام عليكم. ربنا انتقم منك عزم. سلام عليكم.